من هي المرأة النرجسية تعرف المرأة النرجسية بانها امرأة ذات طباع حدة بعض الشيء تتسم بالثقة العالية بالنفس وتعجر في بالكلام ودائما ما تضع نفسها في المقام الاول اي ان نفسها تأتي في الدرجات الاولى وليس بعدها شيئا وقد تصل بها حد الغرور وتعالي على الاخرين وعدم احترامهم او احترام مشاعرهم ولابد من الاشارة الى ان المرأة ذات الطباع النرجسية تميل الى حب التملك والرغبة في السيطرة على كل ما هو متاح امامها ودائما ما تنظر الى الاخرين بانهم اقل منها شائنا ولابد من الاضافة الى ذلك انها تحب الثناء المطول والمستمر على ذاتها وشخصيتها ولا تكترث بمشاعر الاخرين على الاطلاق صفات المرأة النرجسية بالحب لعل من اصعب شخصيات تعاملا في الحب في المرأة التي تحمل الطباع النرجسية حيث تواجه العديد من المشاكل في العديد من العلاقات بين الناس سواء ما تجمعهم علاقة صداقة او عمل او حب حيث تظهر الان بطريقة كبيرة خصوصا في علاقة الحب مع شريك اخر اذ تطمح المرأة النرجسية برجل وشريك حياة يشاركها تموح والاهداف وشخص يراعي مشاعرها دائما ويثني عليها بين الحين والاخر ولا تغفر الخيانة مطلقا اذ تعاني المرأة النرجسية من الحساسية المفرطة وتخاف دائما من ان تخيب امالها بالرجل الذي تحب فدائما ما تكون حذرا ومترفعة عن الوقوع في الاخطاء او اختيار الشريك الخاطئ فتبقى متيقظة دائما لما حولها وهذا ما يثير قلق شريكها على نحو اخر اثنان ثلاثة الية التعامل مع المرأة النرجسية بالرغم الصفات التي تصاحب المرأة النرجسية بطريقة كبيرة مثل الثقة والغرور الا ان هذا النوع من شخصيات يحتاج بشكل كبير الى الاهتمام والاستماع الى ما بداخله واعطائه الوقت الكفي لفهمه ومن جانب اخر يجب خلق مبدأ الاعتذار لدى شخص الذي يحمل تلك الصفات اذ انه لا يعترف بارتكابه الخطأ وان كل ما يفعله صواب وبالتالي فان العائلة والاصدقاء اهم ما يؤثر على شخص النرجسي فيجب عليهم احتواؤه وتفهمه وجعله يتقبل الرأي الاخر ولمانع من مراجعة طبيب مختص لمثل هذه حالات فكما ذكرنا سابقا المرأة النرجسية لا تعترف بكون لديها عقدة نفسية معينة يجب علاجها اربعة كيف تكون المرأة النرجسية بعد الفراق تعتبر علاقات الحب لدى المرأة النرجسية كحلبة المصارعات يجب دائما ان تفوز وتفرض رأيها على الاخر ولكن بالمقابل تحتاج الى الدعم الكبير من الطرف الاخر فاذا نشب خلاف ادى الى الفراق يمكن ان تعود المرأة النرجسية الى ذات العلاقة في حال شعرت ان مركزها لم يختل وانها ما زالت قادرة على فرض شخصيتها بكل الطرق فالنساء النرجسيات يحملون طباعا صعبة تحتاج الى رعاية مستمرة ويعتبر من الصعب تغييرها بسهولة ولكن يمكن العمل عليها من قبل المختص في هذا المجال